حسبا للجولة الخامسة من تصفية كأس أمم إفريقيا 2019 والتي سيتنقل فيها الخضر لمواجهة منتخب طوكو كشف الناخب الوطني جمال بالماضي عن قائمة بـ 25 لعبا ضمت العديد من المفاجآت أبرز حاذة في هذه القائمة هو توجيه الدعوة للنجم الترجي التونسي يوسف بالليلي المتواجي مؤخرا برابطة أبطال إفريقيا والذي ساهم بقصد كبير في الفوز بهذا اللقب ليتحقق بذلك مطلب العديد من الأنصار المنتخب والذين يرون في بالليلي النجم القادم لمحاربية الصحراء مفاجآت بالماضي لم تقتصر في استدعاء بالليلي فحسب إذ قام الناخب الوطني باستدعاء لعبين تألق هذا الموسم مع نادي اتحاد العاصمة ويتعلق الأمر بكل من المهاجم عبد الرحمن مزيان ومتوسط الميدان أسامة شيطا ليكون بذلك رفقة حارس يفاق سطيف زغبة الأسماء المحلية الوحيدة التي وضع فيها بالماضي ثقته قبل لقاء الطوغو أما بخصوص الأسماء التي سجلت عودتها للقائمة فقد كان أبرزها تواجد كل من الحارس أوكيجا المدافعين حساني زفان وعبد اللاوي وكذا يوسف عطال العائد من الإصابة ومقابل عودة الأسماء السال في ذكرها فقد استبعد الناخب الوطني بعض اللاعبين الذين لم يظهروا بوجه طيب خلال الخرجة الأخيرة للمنتخب أمام البنين على غرار متوسطي الميدان نبيل بن طالب وعدلان قديورا والمهاجمين راشد غازال وإسحاق بالفوضين في حين يتواصل غياب المهاجم عربي هلا السوداني للإصابة ترجمة نانسي قنقر